موسيقى بحلقة جديدة من برنامج تالي ثرابي رحكون انا معكن اي رمضان لمدة ساعة ونص على الهواء مباشرة على تلفزيون الان وحلقتنا اليوم هي حلقة مليئة بالتفاؤل والقصص الملهمة وضيفنا المحارب وصانع المحتوى اسلام بالعريبي من الجزائر اسلام مليئ بجرعات الامل انتلاقا من تجربة صحية مرفية ولكن استطاع التغلب عليها هو ناشط في العمل الخيري ومثل يحتذا به لكل شاب بمر بظروف اقتصادية صعبة او بلا دوعمة مر بحروب او ازمات اجتماعية رح يكون معنا اسلام اهلا وسهلا فيك معنا اهلا وسهلا اختي ايا وشكرك مع الاستضافة على هذا البرنامج الحلولي دايما يعطي جرعات امل وجرعات تفاؤل لكتير من الشباب اللي يخليهم يتقدموا ويصيروا اكتر فعالية واكتر انتاجية في المجتمع وانا من اشد المعجبين للبرنامج لرغم انه بدأ حديدا نحن سعيدين من دواجتك معنا اسلام شكرا كتير اسلام مريت بفترة صحية صعبة يعني جديد ولكن انت تخطيت هذا الموضوع بشكل كتير ايجابي ومتفائل خبرنا عن فترة العلاج اللي انت تخطيته بشكل ايجابي وكيف قدرت تعمل هذا الشيء يعني انا مريت بمرض سرطان المفاوي بالغودة المفاوية يعني العلاج كان شوي صعب كل العلاجات يعني هيك خضعت لي جرعات كيموية بعد اكتشاف المرض يعني كانت هيك فترة شوي تابع اكتشاف المرض بعد ما اكتشفت المرض يعني خضعت العلاج الكيموي بعدها خضعت العملية تزرع النخال عدمي والحمد لله يعني انا الان بينكم الحمد لله شوفيت من هذا المرض بعد رحلة كفاحة جيد طويلة أسلام عندك حضور كتير كبيرة على السوشال ميديا وبتحاول دايما أن أنت تخلي متابعينك معك لحظة بلحظة بس شو هي اللحظة اللي أنت حسيت أنه أنت عن جد أثرت بمتابعينك يعني أنا ابتديت سوشال ميديا عندي شيء أربع سونات وخمس سنوات كنت عم أنشط في لايف ستايل وكذا بعدها إيجا مرض السرطان اللي كان عندي قرارين يا إما أنه أخذه كمحتوى هادف للمتابعين أو اتخلى لأنه أخاف من نظرة المجتمع إلي أو من التعليقات السلبية وكذا لكن الحمد لله كانت عندي الفتنة أنه استغلت هذا المرض لكي يكون محتوى هادف ويرسل جرعة أمل لكل المرضى وخاصة أن آلاف الرسائل توصلني عبر المواقع والتعليقات يقولون أنه عطيتنا جرعة أمل عطيتنا جرعة أمل كيف عطيتنا جرعة أمل لتقبل المرض وهذا شيء خاصة كلمة جرعة أمل تكررت لي تكررت كثيرا لأنه بفضلهم واستلهمت منهم جعلتها إيجا من الصفحة التي كجرعة أمل والحمد لله كله توفيق من الله أسلام شي مرة ترددت لما كنت بهديك الفترة أنه أنت تشارك هذا الشيء مع متابعينك؟ يعني أنا كان تقبل يعني تقبلت يعني المرض من يوم ما سمعت المرض تقبلته الحمد لله لأنه صراحة كنت راضي بمشيئة الله وبالابتلاء اللي أعطاني يا الله وكنت خاصة يعني كان عندي يقين كبير بالشفاء لكن إينت ومتى هذا كان يعني بأيد الله سبحانه وتعالى وبلشت يعني بنشر المحتوى تبعا للسرطان ولا مرة يعني ترددت في الأول ترددت أنه قلت هيك تعليقات سلبية أو كيف رح أطلع للناس هيك وأنا بلا شعر وأنا مصفر من الأعطاء الكيموي لكن الحمد لله يعني عندما بلشت يعني أنشر صوري وهديك الليدو شفت كتير كتير تعليقات إيجابية كتير مسجات إيجابية دعم المتابعين حسيطا معك خطوة بخطوة بالطبع ويعني فرحانين أنه يجا شخص مريض بسرطان طلع علينا هيك متقبله بكل أوضاعه وخاصة كانوا يجوني كتير رسائل من الناس مرضوا بالسرطان وشوفي منه والحمد لله يعني ناجو من السرطان كانوا يرسلوني وكان يعطوني هذوك جرعات الإلهام للمرض يعني أنت أخذت إسلام تحفيز من متابعينك وعطيت تحفيزه أمال هذاك يعني هذوك تعليقات اللي كانوا يجوني هذوك الإيجابية اللي كانوا يجوني المتابعين خلتني أنه ألهمتني أنه أنا نقدم أكتر يعني دايما نقول خلاص يعني توقف على الميديا لكن شوف الناس يتلقوا فيها في الشارع يقول إسلام والله لألهمت أمي لأنه تكمل علاج أمي البارحة تعبت لكن شفت فيديوهاتك مبسطة خاصة لما أروح زور المرضى وأشوفهم يعني وأقولهم يعني شوفوا في التليفون هذا أنا يعني ينصدموا يعني لأنه تجربة حقيقية تجربة واقعية بينهم إسلام أنت ما شاء الله بتزور دايما مرضى سرطان بالمشفى خبرنا عن هاي التجربة ولي قررت أخذ هذ القرار كمان أنا لما كنت يعني بالمستشفى كنت أظل كثير بالمشفى كنت أظل فترة عشرة أيام خاصة خمسة عشر يوم أنه كنت أعمل أتعب لما كنت أعمل جرعال كيماوي هذيك الفترة اللي كنت أظل كان عندي احتكاك كبير مع المرضى اللي معاي في الغرفة اللي معاي في العلاج هذيك الشي اللي خلاني دايما لما أنه المريض لما يكون بالمستشفى يكون لحاله هيك بس يجي يلاقي شخص ما بيعرفه يحكي معاه يددش معاه هذيك الشي خلاني حتى أنه شفيت وخرجت من المستشفى لكني دايما أظل أروح أتكلم معهم فرجيهم قستي يعني هذا الشي يعني لأنه كل ما أحكي مع المرضى السرطان ونشوف هذيك سعادة بوجوم أنا أنا شخصيا أسعد أحس يعني بالرضى وأحس أنه عم أعمل شي ملهم للمرضى والحمد لله يعني وحاليا لأصلا الإسلام أنت ما زلت عم تشارك قصتك على مواقع التواصل الاجتماعي صحيح؟ نعم أنا الآن يعني أنشط في الحملات الخيرية بالحملات الخيرية يعني عامة والسرطان خاصة مشان يعني أزرع روح الأمل وروح شفاء في كل مريض فقط أمله في الشفاء وفي قلب كل شاب سائمة من حياته أولى لأنه نحن كتير كتير عندنا نعم كتير في حياتنا وأهم هاي النعمة هي الصحة لهيك في ناس كتير ما يقدروا هاي النعمة لكن ما يشوفوا فيديوهاتي وأنا تعبان والصحة ويشوفوني أنا بأقصى حالات يعني من الألم لكني سعيد لكن الاتسامة لم تزل على وجهي هذاك شي يخليهم يرضاوا سام هل حقا كانت هاي الاتسامة حقيقة؟ والله كتير يعني يجيني هات السؤال وكتير شوفت تعليقات يقولك لا أنت عم تمثل أو لا أنت من أجل المتابعين بس وصراحة أختي آية أنا لما كنت يعني بالميديا لما كنت مريض من داخل المستشفى ما كان يهمني عدد ميديو وخوطسطا ما كنت يعني أتابع المتابعين عم يزيدوا عم ينقصوا أنه كنت في هذه اللحظة تعلمت إشي أنه أعيش اللحظة أعيش اليوم ما بعرف شو رح يجي بكرة أو بعده لكن أعيش هداك اليوم بكل صحة والحمد لله يعني كان تفاعل كان إيجابية كتير يعني من المتابعين ممكن هذا الدرس كتير عظيم اللي أنت عم تحكيه إسلام خصوصي يمكن أغلب الأشخاص بتلاحظوا بالفترة الصعبة أو بوقت الوعكة الصحية حتى لما أجت كورونا نحنا قداش صار في عنا تقدير كتير كبير للصحة طبعا 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 شو بتعطي نصيحة إسلام لكل الأشخاص اللي عم يمروا بنفس هاي الوعكة الصحية أنا أستطيع أن أقول لهم يعني ليس لدينا حل آخر إلا الرضا وما يرزم أنه نستسلم لهذا المرضى الاستسلام يعني الاستسلام واليأس أو السماع لكل أفكار السلبية يعني المتواجدة في المجتمع التاعنا هذو كلهم أفكار يعني ترسخت منذ القدم يعني تعارض توالي السنوات ترسخت في رؤوسهم لكن نحن اليوم في بلد الحداثة يعني كل يوم عم يصروا تحديثات جديدة عم يصروا دراسات جديدة لمرضى السرطان وفيه علاج والعلاج وأنا هذا هدفي المشان نوري للناس أنه مرض السرطان هو مرض عادي ولهو علاج ويتعالج لهيك لازم على كل مريض سرطان أنه يتقبل هذا المرض ويخرج مبتسم ويتابعي لأنه شوفي الإيجابية وهذه المعنويات صح ما نهي الأساس بالشفاء لأنه شفاء بيد الله لكن هذا الشيء سيخلينا نستمر على العلاج ويخلينا نسعى لأنه لازم نسعى ونأخذ بالأسباب الشفاء بعد الشفاء يعني ياتي بيد الله سبحانه وتعالى طب أسلام عدا عن متابعينك أنه هنا كانوا كمان جرعة من التفاؤل بالأمل لألك شو الشي اللي كان بيحفزك الإشي اللي كان دايما يحفزني مثل ما قلت لك أنه حديك يعني في كتاب معين مثلا أشخاص معينين أنت احتكيت فيهم والله أنا كشخص يعني خاصة في حديك الفترة كان عندي يعني احتكاك كتير كتير بالمرضى وكان عندي إيمان قوي كتير كتير أنه كنت مؤمن أنه هذا الإبتلاء وراه خير ودايما مع نفسي لما أتوجع وكذا أقول ما عليش هذا الوجع كله يعني الله سبحانه وحيعوضني حسنات وحي يغفر لي يعني عن سيئاتي وخاصة كنت أعرف أنه وراه هذا الإبتلاء وكان عندي يقين أنه رح يجي فارج عظيم والحمد لله كنت عم شوف الفارج هذاك يوم بعد يوم وأنا الآن يعني بيناتكم الحمد لله أسلام إن شاء الله دايما بظلبي صحة منيحة إن شاء الله أسلام يعني شفناك أنت بالأعمال الخيرية اللي كتير اللي قاعدة متقدمة شو طموحك للمستقبل شو حابب تكفي وتستمر يعني أنا الآن يعني دايما أسعى لما قلت لك يعني أحاول أساعد الناس لقدر ما أممكن ويعني هيك في كتير يعني اختلافات لأنه عندي كتير طموح للمستقبل رغم أني دايما أعيش ما قلت تلك اليوم يعني بتشوف حالك ما زلت بالأعمال الخيرية أو في عندك طموح أخرى يمكن ربما بالمستقبل أنا يعني هداك الأعمال الخيرية ومساعدة المرضى والنشر الغيص هاديك دايما عندي هداك الجانب يعني أنا عم سير في حياتي عم أتطور عم حاول يعني أتقرب أكتر من الميديا وأوسع نشاطاتي بالسوشال ميديا ولم لا عندي يعني مشاريع لأنه رح أدخل على الإعلام إن شاء الله مستقبلا ولهيك يعني لكن جانب تبع الأعمال الخيرية دايما هيكون عندي لكن أنا يعني لن أقول لك أركز على حياتي الخاصة من وين بلش شغفك بالإعلام بسلام؟ شغفي بالإعلام كم لك حكيت أنت ناشط على مواقع التواصل الاجتماعي من أكتر من خمس سنوات؟ نعم أنا كنت يعني بحب كتير يعني أتكلم أمام الشاشة الظهور أمام الناس ولما إيجت يعني تجريبتي مع سرطان صار دايما عندي دافع عندي يعني قصة عندي تجربة أحكيها للناس ما أنا أحكي من فراغ أو من كتاب قراته أم أحكي عن تجربة تجربة واقعية هذاك شي خلني دايما أطلع المتابعين أو أطلع بالشاشة أتحدث بكل تيقى وعادي أنه عم أحكي على قصة يعني واقعية وهون بدأت يعني قصتي وحبي للإعلام إن شاء الله ليش لا مستقبلاً صير مديع أو شي هيك إن شاء الله إن شاء الله طيب أسلام شو بتحب كمان تعطي نصائح للشباب اللي عم يمروا هالأحالياً بفترات يأس بسبب أزمات اقتصادية أمكان حالة البلد اللي هنا عم يعيشوا فيها أنا والله صراحة أنا من عائلة جد جد بسيطة وأنا أشوف يعني الظروف المزرية والاقتصادية والمزرية أو الحالة المعيشية السيئة هي أقوى دافع وأفضل دافع ليخلينا نخرجوا من الحالة السيئة اللي هنا عم نعيشها لأنه ليش لو كنا كنا عايشين برفاهية ما رح نسعى لنتقدم وما رح نسعى لنخرج أفضل نصها من حالنا صحيح ونحنا لو تلاحظي كلنا اللي عايشين يعني في المناطق يعني اللي تكون فيها الوضع الاقتصادي شوي متدهور نحنا دايما تلقاي هداك المجتمع هو اللي طلع عن ناس هو اللي طلع البروفيسورات هو اللي طلع يعني العلماء وكذا والحمد لله يعني بتطور الميديا بتعرفي فيما قولها تقول لو شاف الأغنياء تبع القدامى لو شاف الأغنياء تبع القدامى عصرنا الآن والحداث اللي نحنا فيه لشعروا أنهم أفقر الفقراء لأنه يعني حقيقة نحنا عم نعيش بهالم يعني جنوني كل يوم في تطور صحيح خاصة يعني لو تشوفي أنه كل شي بالميديا كل شي باليوتيوب كل شي بجوجل يعني صار أي شخص مشان يبني بيزنس أو يبني يعني حرفة مو لازم يكون مدرسة أو جامعات أو كذا كل شي موجود بالأنترنت وأنا عندي أصدقاء يعني عايشين بحالات كانوا يعني طلعوا من عائلات جد 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 يعني متوسطة والحمد لله الآن يعني بمنازلهم بشغلهم الخاص وهذا منين كلهم من المهارات اللي اكتسبوها من المهارات اللي تعلموها أبسط مثال يعني التعليق الصوتي الفوتوغراف الفيديو هدول كلهم يعني أمور بنلاقيهم بالأنترنت واصل ليش يعني بالتجارة الإلكترونية يعني نشوف خاصة التطول العصر بتعناها هي رائدة كتير يعني عملنا يعني الخبرات فيه بس نحن بالشباب وخاصة شباب العربي يستسلموا لليأس ويشوفوا يعني عندنا نظرة الشباب أنه كل شي بيجي بالساهل وهذا شي يعني كذبة هاي كذبة يعني لازم الواحد يسعى لازم يتقدم لازم يتعب لازم يطيح في مرتفعات في منغفضات لازم يقول لهذا الشي مشان يعني يوصل صحيح إسلام بس يمكن لحظات اليأس كتير بتمر على الأشخاص حتى لو هني كان عندهم نظرة إيجابية وتفاؤل هل أنت مريتش بهاي اللحظات؟ يعني لا أحيانا هي أحيانا يعني قدرت أنت تطرد هيدا الأفكار كلي شوفي أنه الشخص يقول لك أنا إيجابي دايما هدي كتبة يعني نحن كإنسان عادنا مشاعر سلبية ومشاعر إيجابية لكن الشيء الخطير أنه نستسلم لها ديك الأفكار السلبية ونظل عم نفكر فيها لأنه أنت مو مسؤوليتك أنه الحادث اللي أنت فيه هو المسؤوليتك أنه التفكير اللي تفكره اتجاه هذاك الحادث يعني أي شخص يصاب بسرطان أو أي شخص يحدث له حادث لكن ما نلاقي كلهم يعني نفس التفكير أنا شخصيا لما شفت سرطان وكنت يعني بكل شفافية معك أنه شفته أقوى حافز ليا وشفته أقوى شيء اللي رح أتعلم منه وشفته كدرس لكن فيه كتير الناس ما يشوفوه كدرس يشوفوه كنقمة وخاصة لأن تتعرفي دايما أطلع الإعلام وقولهم أنه الإبتلاء النعمة أو السرطان نعمة والإبتلاء هاتشتة يعني الإبتلاءات ما هيش سرطان أو كذا فيه حادث سير فيه زلازل فيه فقدان الأبناء وهي أمور تصرة أنه لازم نتعلمنا الإشي ونشوفوه أنه فيه خير إلنا ما نستسلم إلوه ونظل نقول أنه آه هادي الشي يأس وكذا وكذا ونشوف عبر السوشال ميديا الناس عايشهم ونقولوا لا ويأغلبهم يعني هذوك ناس إحنا نشوفوه كل شيء ظاهري ما بنشوفوه وراء الكواليس ما نشوفوه التعب ما بنشوفوه يعني خاصة نقول أنا كمثال أبسط مثال يشوفون يعني أضحك وعلى الميديا تعفي أنه كانوا دايما الناس يشوفوني عم أضحك على الميديا يقولوا أنه إسلام يعني سرطان تبعه يعني خفيف أو عم يمثل أو كذا حتى إذا كنت يوم صورت فيديو أنا في أشد الآلم وصورته أنه تعطم السرطان يعني كان ظروف خاصة صورت هذاك الفيديو كان هذاك منشان بيين للناس أنه أنا عم أتعب أنا عم مر وخاصة أنه الكيمياء وكيمياء نفسه كل العلاجات حبيت تفرجي الحقيقة كامل حبيت تفرجي الحقيقة لأنه الناس يشوفوا أنه الإنسان دايما دايما مبتسم ما بيحزن ولا هذا الشي خطأ كثير لأنه كنا بنمر في فترة أد سيئة وكلنا عدنا مشاعر سلبية خلينا نحكي أكتر عن هذا الموضوع إسلام بس خلينا نروح لفاصل أصير ومنرجع جعنا لكم مشاهدينا ومستمرين بأسة كلها أمل وتفاؤل مع إسلام إسلام يعني كنا عم نحكي قبل الفاصل كيف كنت أنت حقيقي بنشر الوقائع على السوشيال ميديا حاولت أنك أنت يمكن ما تخبي عن المتابعين أو تجمل الحقائق أحكينا بس عن عن هاي الفترة وطريقة نشرك للقصة أنا يعني فترة نشري القصة المريض السرطانة كنت أنشرها يعني لحظة بلحظة يعني في قصة صبح وأنا بالمشفى أصولهم بالمشفى شو عم أعمل وكده مشان أفرج يعني الناس حياة مريض سرطانة وحياة المريض لحظة بلحظة وكنت يعني دايما ابتعد أنه أظل دايما يعني ابتسم ابتسم مشان ما تروح ديك يعني الصورة السيئة والصورة المزيفة اللي عم نشوفها كتير بالميديا أنه ينشر ديك الصورة السيئة اللي دايما دايما يكون تأثيرها سيلبي على الناس أنه في شخص فيه كتير الناس يكون جالس بالبيت جالس يعني في حالاته السيلبية يشوف الناس كلها بصوتة يقول ليش أنا ليش أنا ما أنا متعايش وهذا الشي خطأ لأنه أنا دايما قلت لك دايما حاول يكون شفاف مع الناس حاول يكون يعني عفوي وهذا اللي نصح بكل صناع المحتوى وأقول يعني لكل الناس اللي عم يتابعوا في السوشال ميديا أنه كل المظاهر اللي عم تشوفوها بالواقع هي يعني تشوفوها بالمواقع هي كلها يعني مزيفة ليست يعني حقيقة أغلبها يعني مزيفة وأنتو ما عم تشوفوا كل الجهد اللي عم يصرى للناس ما عم تشوفوا هداك الجهد اللي ورا الفيديو هداك ورا المونتاج صهر الليالي أنتوا دايماً نشوفونا يعني هيك نحن عم جالسين على البلاتو عم نتكلم بس قبل هاي الحصة كان في إعداد حصة وراها ناس وراها مونتاج هيك يعني دايماً نشوفوا بزاوية أخرى شوفوا بنظرة أخرى مشان يعني ما تقعوا في هداك يعني الاكتئاب أو السلبية اللي أنتم فيها كثيراً بيحكوا عن إسلام عن الإيجابية المزيفة اللي عم نشروها كثير من الأشخاص على السوشيال ميديا وأنه الحياة مانا هيك ولكن أنت كنت حقيقة جداً بنشر قصتك طيب أسلام في أشخاص يمكن تجيلهم فترة صعبة بتكون هي الدافع والحافظ حتى هني يطلعوا أحسن ما فيهم بس في أشخاص يعني هني حابين يطلعوا أحسن ما فيهم بس ما نعرفانين كيف فكيف ممكن هذا الشي يصير يعني أنا أقدر أقولهم يعني كنصيحة أي شخص يعني يشوف يعني ظروف غير ملائمة وكذا 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 وأنه ما عنده فرص حابيت قلوا أنه شوف النعمة اللي أنت فيها أولاً يعني كأبسط أكبر مثال نعمة الصحة شوف نعمة الصحة اللي أنت فيها شوف نعمة والديك معاك شوف نعمة أنه أنت محاط بعائلتك وديك الحنية لكثير من الناس ما عندهم كثير من الناس فقدين أهلهم ويتمنوا ولو ليلة واحدة أنه يكونوا معهم لهيك قلهم يعني شوفوا هذوك الفرص اللي ضايرين بيكم وهذاك الشي يعني يخليكم إمتنان يعني يكون ممتنين لني عمل أنتوا فيها بعدها لما يكون يعطيكم هذك إمتنان رح يخليكم ويعطيكم قوة لتقدموا أكتر ولتيجي فرص أكتر يعني دائماً إسلام الواحد لازم يلاقي يحافظ حتى هو بيطلع أحسن شيء لازم يكون يعني ما ضروري محنة أو صعوبة حتى إمتنان وشكر أيها إمتنان وشكر يعني خاصة يعني أعطيكم مدنة لأنه أنا إسلام إجاه سرطان مو لازم كل الناس يجيهم سرطان أنت عم تشوفني بالسوشال ميديا أنا إسلام مريت بتجربة هاي رسالة ليك هاي رسالة من الله أنه وصلتك إليك أنت مشان تكون هذيك يعني ابتلاء أحدث لي إلي بس الرسالة جاية إلك يعني أنا اليوم على السوشال ميديا أتكلم عن رسالتي مو شيء صدفة هيك يعني بين ملايين الناس ولملايين الناس على السوشال ميديا أطلع لك أنا فيديو تبعي هاي يعني رسالة مشان تمتن وتشكر الله وتشكر حالك يعني على الصحة وخاصة لازم يحافظوا على صحتهم لأنه هي نعمة ومدام طالع لك فيديو تبعي على الصحة يعني لازم تحافظ على صحتك ولازم نراجع حالنا ويكون عدنا دايما هذيك القدرة لأنه صراحة أنه ما في شيء أكثر من الصحة الصحة هي الأهم كل أمور تيجي المال يروح ويجي السعادة ما في إنسان سعيد طول حياته بس الصحة هي يعني تاج فوق رؤوس لصحة شكرا كتير لألك إسلام يعني صراحة عطيتنا نصائح وجرعة من الطاقة الإيجابية وأنت حافظ كتير كبير لكل حدا عم يحضرك وللشباب كمان تحديدا إن شاء الله أول شيء بدألك الحمد لله على سلامتك وإن شاء الله دايما هيك بتظل بتعطينا هاي خلينا نطلع ومشاهدين فاصل ومنرجع برحب فيكن عن جديد متابعينا بحلقة أخبارية من برنامج تلع ثيرابي فيكن تتابعونا طبعا على موقع أخبار الآن خلينا نرحب سوى مع ضيفتنا الثاني هي غزل بغدادي هي استشاري تربوي وناشطة في مجال دعم المرأة والطفل هي مؤسسة لمنصة علمتني كنز اللي بتابعة أكتر من مليونين متابع على مواقع التواصل الاجتماعي هو مشروع بهدف إلى تغيير حياة الطفل في العالم العربي والعمل على تغيير نمط التفكير الخاص بالطفولة عن طريق نشر الوعي الكامل كيفك غزل؟ أهلا شكرا إليك شكرا على الاستضافة بشكل مع التعريف اللطيف يعني يا شفي نحن كتير مبسوطين أنه قدرنا نكسبك بهذه الزيارة الأصيرة اللي إيجيتها من بريطانيا صحيح شكرا أنا قبل شي قضيت الزيارة صراحة أولا كله مرض بس قدرت أنه هلأ يعني رجع صوتي طلع ورجعت هلأ وكتير مبسوطة أني قدرت أكون معكو بتخيل جاي من التلج على الصيف ألف سلامة عليك تسلم يا رب شكرا خلينا نحكي بالبداية عن هاي المنصة اللي بتابعها أكتر من مليونين شخص وطبعا بتابعوها كل النساء والأمهات كمان تحديدا أنا علمتني كنس كيف بلشت هاي المنصة؟ شوفي الحقيقة أنا بحب يعني أنا بيعالم الطفل من زماني كتير من ال2009 تقريبا وكنت دوما نقول أنه أنا بدي أدخل إعلام وبدي أنشهر لحتى ساعد المرأة والطفل كنت حس أنه ببلادنا العربية هدول أكتر طرفين محتاجين مساعدة دارت الأيام سبحان الله ولما وصلت على بريطانيا بتعرفي لما منروح على الغرب منشوف أشياء ما أنا موجودة ببلادنا مثل الدعام اللي منحصله الدورات اللي بتعملها الحكومة وإلى ما ذلك فحسيت أنه لا فيه غاب أو فيه ثغرة بالعالم العربي أنا محتاجة أني أبدأ عبية وكان الفيسبوك بيأوج رواجه يعني بلشت هاد الشي ببريطانيا قصة بلشت هاد الشي ببريطانيا بال2016 بعد ولادتي تماما بكنز وكان لسه ما فيه مثل هلأ موجة السوشال ميديا يعني كان لسه ما فيه شيء اسمه انفلونسر وعرفتي كانت لسه كتير قصة جديدة عم نحكي من ست سنين بدأت فورا على الفيسبوك ولما بيكون فيه حاجة الموضوع وبيفوت الموضوع صحة بيمشي كتير بسرعة بتخيل أول عشر تالاف لايك على الصفحة كانوا خلال اسبوعين فكان تسارع الموضوع يوحي أنه لأ فيه حاجة وعلمتني كنز عم بتسدها طيب تعودتي غزال أنك أنت تشاركي عن طريق المنصة فيديوهات حقيقية ولكن يمكن الفيديوهات اللي أنت عم تنشرية ببعا أنه بدكيها تكون كمان تعليمية وبصير فيه مفارقة بين الفيديوهات التعليمية والحقيقة كيف درتي توازنه؟ شوفي مبدئيا لازم أول شي يقول أنه اليوم علمتني كان صارت مؤسسة صار فيها عشرين موظف وصار فيها كذا قسم هنم بيقرروا شو اللي لازم ينزل قبل ما نتحول لمؤسسة كنت أنا شوي شخص عشوائي فكانت الأشياء عشوائية أكتر مثل ما قلتي أنا بمسك كاميرا الموبايل وبصور أنا أوقات ما بتطلع على حالي يعني بشوف حالي على الكاميرا عرفتي بس مع الوقت تبع لا صار لازم نعمل إيديتينج صار لازم يكون فيه لوغو فيه شارع كتير بيحترم اليوم آراء الموظفين الموجودين وكل حدا بيقسمه وبسمع كلامهم بس لساتني بحب حافظ على زرة العشوائية الموجودة ولهلأ الفيديوهات اللي جابت ملايين هي الفيديوهات اللي تصورت فجأة ومن دون تحضير فلسه بحس الناس بيظل السوشال ميديا وكل الأشياء المصطنعة عليها بتمين للأشياء القريبة والحقيقية اللي بتطلع فجأة كمان ولكن غزر عم يجيكي كمان يمكن بعض التعليقات أنه أنت شخص مثالي أو حتى في مبالغة بالمثالية كيف تبدي على هدول الأشخاص شوف هاي التعليقات للأمانة كانت ببداية المشروع توقفت بعدين لأنه صرت انتبه أنه الناس تحكم على ما تراه يعني اليوم قدية مدتها الستوري يعني أنت اليوم آية لما بتنزلي ستوري مدت الستوري كلها ممكن تطلع عشر دقايق إذا كتير منزلي ستوري هدول عشر دقايق من 24 ساعة فصرت أشرح للناس أنه اللي بتشوفوه هو اللي أنا اخترت أني ورجي كونيا بس أنا أكيد إذا معصبة ما حصور ستوري إذا عم ببكي على مخدتي قبل ما نام كمان ما رح صور ستوري فبتخيل الموضوع بلش يصير مفهوم أكتر للجمهور إنه لا مو هاي الحياة الحقيقية وهذا جزء منه هلأ للأسف غزر أنه الأحكام المسبقة من قبل الأشخاص التانين موجودة بعالمنا فهل بتحسي إنه نحن لازم نبرر حالنا ونقول إنه لا أنا كان قصدي هيك أنتوا فهمتوني غلط ولا عدم التبرير هو دائما إيجابي أنا مع إنه لما بتكوني متوجهة للجمهور كبير تكوني حريصة إنه اللي عمي تابعك هو من مستويات تعليمية واجتماعية مختلفة لهيك أحسن إنه دوما ننضل عم نحكي الجمل إن نوفر على حالنا اللغط يعني أنا أحكي من دون ما أضطر إنه برر حالي لأ الجملة حتنفهم صح بس أكيد أنا معني معصومة عنه الغلط لما بحس إنه أنا إلى الجملة ما لأ مفهومة لأ كتير بحب إنه أرطلع ووضح لأنه برجع بقول دك تحترمي إنه الجمهور شرائح كتير مختلفة ومستويات كتير مختلفة كمان طيب غزال تربية الطفل إن كان بنت أو ولد أو حتى لو حتى يوصلوا لمرحلة المراهقة هو موضوع معنو سهل من خلال خبرتك أنت بتحبي التربية تكون عن طريق بايدابوك مثل ما نحن بنحكي عن طريق القواعد باك أم عن طريق التجارب والخبرات شو برأيك هو الأفضل؟ بتربية فطرة يعني نحن من أول ما منولد على الدنيا تعاملنا مع الأطفال بيكون فطرة بس اليوم هاي الفطرة تشوهت يعني اليوم أكيد فطرتنا تشوهت مع الوقت بالمعتقدات الاجتماعية طريقة التربية اللي تربينا فيها صدماتنا النفسية اللي تعرضنا لها فاليوم ما عد فيني أنا أوثق بفطرتي لتربية الطفل لأنه فطرتي صار فيه فوق كتير مستويات فدوما بقول أنا لا لي مع الكتب ولا لي مع النظريات ولا لي كمان مع أي شيء تاني أنا دوما مع فكرة قلبك وعقلك لما بدك تاخدي أي قرار للطفل بده يكون قلبك موافق عليه وعقلك موافق عليه معناته هو صح إذا بس قلبك معناته أنت مايلي باتجاه الدلع كتير إذا بس عقلك فأنت راح باتجاه الأسوة كتير فبقول ميم ما بتكون تسمعوا اسمعوا بس بآخر لحظة قبل ما تطبقي حكمي قلبك وعقلك مع بعض تمام معناته أمشي وميم ما كان عم يقولي الفكرة أنا ما بيهتم بالقائل قد ما بيهتم بيقدي الفكرة عن جد موافقة مع قلبي وعقلي أنا طب ما نصة تعلمتني كنز هل هي نابعة من العقل والقلب سواء؟ مع بعض سواء ودوما بيقولي أنه أنت أي منهج بتتبعي أنا لا أتبع أي منهج من المناهج العالمية اللي متعارفة أنه أنت بتتبعي وانتي سوري لا بحب وانتي سوري كتير معني متعمقك فيه كتير أنا أتبع فكرة أنه حطي نفسك مكان الطفل تعرفي آية كل حدا بالحياة الله رازقه بموهبة أو بمهارة في حدا مهارته الإلقاء أنا عندي موهبة أنه بيقدر حط حالي بعائل هذا الطفل أو هذا الكائن وفعلا أوقات أنه غزل كيف خطر لك هو هي موهبتي مثل ما في حدا موهبته بالعمار أو موهبته بالتقديم أنا موهبتي أنه بيقدر حط حالي داخل دماغ هذا الكائن وعن جد أعرف شو اللي عم يفكر فعلمتني كنز تتبع اليوم منهج القلب والعائل مع بعض كل الأخصائيين اللي ضميناهون وكل فريق المختصين اللي منضم هو فريق يتبع فكرة أنه نحنا قلبنا وعائلنا ولما بنقول معلومات طبية أكيد هي إلى مرجع طبي أو صحي بس أي شيء تربوي لأ هو نابع من مفهومنا للطفل طيب معنا نحكي عن علمتني كنز شو لك نحكي شوي عن كنز تخبرين أكتر عن بنوتك كنز صار عمرها ست سنين وشهر بالضبط كنز تولد بريطانيا شو كمان لازم أحكي عن كنز شخصيتها كتير قوية ودوما نبقول بتعرفي بحس أنه نقطة ظريف نضوي عليها أنه نحنا كلنا عنا حلم نربي أطفال شخصيتهم قوية بس دوما نبقول أنه أول حدا بيدفع ثمن الشخصية القوية هو نحنا لأنه يا قوي بالبيت وقوي بره يا ضعيف بالبيت وضعيف بره فهو إذا قوي بالبيت فهو قوي على أهله أول شيء فكانت شخصية قوية كتير صراحة محتاجة أنك تفكري وتحليلي قبل ما تعطيه أي أمر أو أي فعل عم تربى بطريقة مثل ما عمل لك متوازنة بالقلب والعيل أنا أم صارمة كتير عكس ما الناس فكري عني أنه أنا كتير عاطفية وكتير حنونة بس عندي كتير حدود واضحة بالتربية هل هي واعية على كل شيء عم يصير؟ واعية علمتني كنز آلا واعية من زمان كتير واعية على الاستشارات التربوية واعية أنه نحنا مشهورين واعية لما حدا يوقفنا بالطريق ويسلم علينا مبارح كنا عاملين تجمع هيك بسيط بالبارك لأمها دبي شفنا نشرت هذا الشيء صحيح فلما رجعت لشو كنتي حاسة؟ لأني كنت حاسة أنه أنا كتير براود بماما فكانت كتير فخورة بتعرف أنه العالم بيعرفونا وبتعرف أنه نحنا منساعد العالم بالتربية كمان كتير حلو طيب غزال خبريني شو هي أكتر الطرق التربوية اللي بتشعري أنه هي مغلوطة وأنتي حولتي كمان أنه ما تعيش لكنز شوفي أنا أول شغلة كان عندي هدف غيره بالعالم العربي وبقول اليوم بعد ست سنوات نجحت أنه هاد الكائن بيفهم من هو ببطنك بيفهم نحنا دوما عنا أنه خلص معنو عمانو عم يفهم علينا شو عم نحكي معنو بكون عمره ستة وسبع سنين أول فكرة كان حابة أنه العالم العربي خلص يقتنع فيه هاد الكائن بيفهم وبيعرفوا صاروا الجمهور أنه أكتر سؤال بيخلي غزال تتوتر هو غزال راح يفهم علي إذا قلت له راح يفهم شو ما حكيتي ودوما بقول أديه حيفهم هي مشغلتنا يمكن يفهم 10% يمكن 5% يمكن بي بس أنا كمربي واجبي إني أشرح ففكرة أنه هاد الكائن بيفهم هي فكرة بشوفها أنه اليوم يعني صرت شوف بالشوارع كيف عم يخبروا الطفل أنه هلا حنقطع الشارع هلا نحنا رايحين نشتري هلا تيتها راحت على الشغل بأي عمر نحنا عم نحكي غزال هذا الشيء؟ من أول يوم لأنه بنرجع بنقول إذا من أول يوم هو ما عم يفهم لو نفرض أنت بكوني عم تتعودي عرفتي؟ أنا طبعا أنا موقع أنه هو عم يفهم بس بتكوني أنت عم تتعودي ودوما بقول فهم الطفل آية بصير بدرجات يعني أنا اليوم لو نفرض هو عمره وان قلت لهنا نحنا هلا حنغير مثلا الحفاظ هو يمكن ما فهم بس سمع أنه نبرط الصوت هاي بعدها بيتبع الخطوة اللي بعدها أنه يشلح فمع الوقت بصير بيحفظ نغمة الصوت لا يحفظ الجملة فهي بتجي الفهم بطريقة تدريجية فكتير بحب أنه فكرة لا أصارنا نفهم أنه الولاد بيستوعب الولاد بيفهم يعني بارح بالتجمع الإمدة تسألني عن ابنة اللي يستني ليبعد آه أوكي صرنا مستوعبين وما فينا نسأل عنه هو واقف جنبنا فبحث هي كانت أول خطوة مهمة الخطوة الثانية اللي كمان كنت عندي هدف إنشرة أنه ما في عقاب بالتربية أنه التربية هي لن تعلم يتعلم الطفل من تجربته لنفهم الطفل أنه اللي صار خطأ بس لما بتعاقبه أنت ما بتكوني اتأكدت أنه ما رح يعرض الغلط مرة تانية ودوما فرقت بين مفهوم العاقبة والعقاب يعني لأنه أفرض أنه أنا مثلا اشتريت لكنز كاسة زاز مثلا فكنز كسرت الكاسة العاقبة إنه هي خسرة الكاسة العقاب إنه قل له فت يبعودي بغرفتك عشر دقائق فهو خلص يشافت العاقبة الكاسة إن كسرت هي خسرتها مثل لما الولد ما رتب لعبته ضاعت اللعبة مثلا أنا أوقات كنز كانت صغيرة ما تبدأ تركبه يعني برعيك هو تعاقب أصلا تماما يعني هو لما كنز ما بدأت تركب البزل تماما فضاعت قطعة من البزل لما تجي المرة الثانية تركبه وفي قطعة ناقصة خلص هاي العاقبة أنا ما عاد في داعي أعمل شي يعني ما بتتجهي لهذا الاتجاب المرة بست سنين أنا بدرس من زمان بالتعليم ولا مرة صراحة عاقبة لما كنت مدرسة مع كنز يمكن حالات كتير نادرة ولما كتير بيكون تجاوز الخط فضيع يعني مرة لما كانت عم تركض مني وعن جد حضيع فقالت لها أنه أنت هلأ حتقدي بالعرباية خمس دقائق وما حتقومي بس خلص كان الموضوع كتير خطير أنه هي حضيع مني عرفتي لأنا يمكن كتير من الأهالي بيخافوا أنه مثل يصير تمرد لطفل أنا دوما بقول هاي السايكل اللي بتنتشر على السوشال ميديا أنه هو بيفهم لا تعاقبه لا طب ليش عم تعاقبه عرفتي طب خلص احكي معه بيقلك ما بيفهم إذا حكيت معه طب لي ما بيفهم إذا حكيت ما بيفهم إذا بتعاقب عرفتي فبالعكس أنا بشوف العقاب بيعطي منطقية وأنا دوما نبقول نحنا بنا طفل يعمل الصح لأنه عايش عنا بالبيت ولا يعمل الصح حتى بعدين يعني أنا بدي بنتي مثال مثلا تفرشي سنانة اليوم وتفرشي سنانة هي عمرة عشرين سنة وعيشها لحالة فأنا ما رح أقبلها تفرشي سنانة أنا حأقنع بدي يكون خايف طبعا بدي يكون الدافع رغبته بإنه يعمل الصح طيب غزال بفترة من الفترات على السوشال ميديا تعرضتي لهجوم هذا كان بسبب بوست انتشر يمكن الأشياء اللي انتشرت على البوست يعني هي ما نقصة كبيرة بالمرة ولكن الجمهور على السوشال ميديا كبر الأساس شو كانت قصت هذا البوست؟ بأحد الفيديوهات إن هو كان من زوجك السابق صحيح صحيح هي كانت حملت سوشال ميديا ما كتير بحب أرجع أذكر الموضوع بس هيك هأحكي عليه سريعا أول شيء أي حدا بيطلع على الضو نحن تركيزنا غزال هي على الأشياء اللي انتشرت اللي بالتربية اللي هنا مثل ما ذكرتي I think بعتقد بالبوست اللي هي تبع وجود مربية صحيح صحيح هو دوما كنت معملك لما بتكوني تحت الضو فبيكون الأشخاص عن جد عم يستنوا أي كلمة عليك المؤسف كان بالموضوع بعيدا عن تفوت بتفاصيله إنه تم الهجوم علي لأنه عندي مربية اليوم آه يا مين في أم عاملة بتقدر ما يكون عندها مربية صحيح مين يعني يعني اليوم أم عاملة وفي متشرين وموظف اليوم عايشين من علمتني كنز وفي أنا بدي عيش كمان فاليوم أنا أكيد عندي مربية والمؤسف كمان إنه موضوع ما بينخجل فيه يصير تريند على السوشال ميديا إنه شفته هي بتحكي بالتربية بس عندها مربية لا أنا ولا مرة أصلا رح خبي إنه عندي مربية أنا محتاجة من يساعدني ومحتاجة من يكون معي ومحتاجة من يحط بنتي لما بدي عمل استشارة مثل لما الأمر الموظفة بتروحها لشغل وكانت كنز مو بعمر الروضة قبل فهجمت على موضوع هو من جزء ووزعل بهذا الهجوم لأنه بيلمس كل الأمهات العاملات يعني أنت ما عم تهاجميني لحالي اليوم عم تحسسيني بتقنيب الضمير في ملايين الأمهات العاملات اللي أنت حسستيهم بتقنيب الضمير لأنه جايبين مربية عرفتي فأنا بالعكس مع أنه إذا بتقدري يكون عندك مربية وتريحك أكيد وأنا أتمنى يقدر يكون عندي مربية مقيمة بالبيت أصلا ممس حلو يترفعه بيقول لا طيب يمكن من هون قزر بنرجع لنفس النقطة بيرجعوا الأشخاص بيقولوا أنه أنت كيف عم تحكي عن التربية والطفل وهيكو سمحت بهذا الشيكو موجود منرجع اليوم مثلا نفرض طبيب الأطفال ماشي هو بيحكي بالطب وبالصحة بس ابنه بيمرد طب أنا إذا ابني مرض ببطل طبيب أطفال اليوم الطفل هو طفل أنا إذا كوني أخصائية تربية هذا لا يعني أنه بنتي ماشي على المسطرة لا أين نقطة اللي بدأ كتير توضيح أنا بنتي بتعمل نوبات غضب وبتعذبني وأوقات بعصب وأوقات نتخانة وأوقات اليوم بالعكس هي طفلة يعني هي ما أنا طفلة مرسومة على الآلب عرفتي فالطبيب أطفاله بيمرضوا أنا كمربية كمان أوقات بعيش صعوبات بالتربية وبرجع بقول لما الأم يكون صاححة يكون في عندها مساعد أنا دوما وحتى بالاستشارة بقول للأم إذا هي بتقدر تحضر الفطور لا تقومي أنت تحضري أنت خليكي مسؤولة عن الوقت الخاص مع ابنك الأشياء اللي فيها عاطفة اللي ما بتقدر الربي أو العاملة تقوم فيها عرفتي هاي الأشياء اللي ما حدا بيقوم فيها غير الأم بس باقي ما تبقى إذا في ميني رايحة لا طبعاً ارتاحي صحيح كتير من الأشخاص يمكن بيعتقدوا أن الشخص لما يكون عم يمتهن هذا الشيء أنه هو لازم يكون شخص مثالي صحيح يعني هنا أنا بيعتقدوا أنه هن يحطين كمان ضغط على كنز أنه هي شخص مثالي وهذا سبب اختفاء كنز عن السوشال ميديا لأنه أنا بيكون بالسوبر ماركت أكيد بنتي بتعمل نوبة غضب لما كانت صغيرة بتقعد بالأرض صرت تحس أنه أنا في ضغط على كنز أنه كنز بتعمل نوبة غضب كنز بتعمل نوبة غضب يعني كنز مو روبوت كنز طفلة طبيعية كنت تظهري هذا الشيء غزل بعدين وقفتي ما أنا ولا مرة صورت آية كنز بموضع مخجل إلى أو إلي يعني أكيد ما بنتي معصبة بالأرض أنا حصورها عرفتي كل المواقف اللي زارت فيها كنز كانت مواقف عم تلعب متسلية عم تضحك مثل ما أنت بتحبي تصوري حالك بشكلك الأفضل كمان كنز نفس الشيء لما التنمر زاد والشهرة زادت وحملات الهجوم زادت كتير ما كان هدفي من علامتني كنز شهرة كنز نحن نحكي حملات الهجوم شو السبب؟ حلو بتمنع عرف شو السببه بصراحة شخص عم ينشر محتوى تربوي حقيقي هنن أشخاص كتير كتير أول شي بدت بأشخاص إلال مع الوقت كتروه مع الوقت صار فيه جروبس مع الوقت صار فيه حملات هجوم بتكون منظمة يعني بتفوتي مثلا انتي بتحطي بوست عني فبتلاقي في كل التعليقات بتشبه بعضة عندك كنت كتير إدعا كنت أبكي بمرحل مراحل فكرت وقف بس بعدين بتحسي أنه ورا كل حدا مرة قال لي كلمة كتير بحبة قال لي أي شخص مرتاح بحياته ما بيعمل هيك قال لي بالعكس وبيكون عنده مشاكل كتير بحياته وبيطلع هاي المشاكل بهاي الطريقة والسوشال ميديا آية عطيت جرأة وراء الشاشة يعني في وش لوش كتير صعب يتنمر حتى بعتقدت مول الأسماء الحقيقية أبدا فيه منهم بأسماء الحقيقية هلأ عفكرة قبل ما إجي على الطريق عملت بلوك لحدا على الإنستجرام فاتت كتبت لي هيك ورا الستوري كتبت لي يا الله أنت كتير متباشعة فبتصفني هيك آية إنه ليه لنفرض أنه أنا متبعش أنا نفرض أنه أنا كنت حلوة ومتبعش عاتسلمي بس أنه ليه يعني ليه أنا ممكن شخص شفتك بشعب بس ليه لا أكتب لك يعني كيف ما منفكر أنه ورا هاي الشاشة في قلب يمكن أنا اليوم منهارة يمكن متدايقة فتعليقك يدايئني كتير ما عد قريت يعني أنا مفهوت على الفيسبوك وبقرش وبيكتبوا أبدا أبدا بس هنم موجودين وبتوصل لمرحلة لأنه لازم تتصالحي معهم وأنا دوما بقول حتى هنم اللي ضدي أنا موجودة لكل النساء حتى هذول النساء اللي عم يتنمروا علي لأنه بيلحظة من اللحظات أكيد حيكتشفوا أنه اللي عم يعملوا غلط حيلاءوا شغفهم بالحياة وحيصيروا مجغولين أكتر كيف بتواشي التصالح هاد غزال؟ هل البلوك هو حل عندك أو تقدري تتجاهلي تماماً الكومنتار؟ شوفي والله هي رحلة طويلة كثير من التشافي أول شي أنا ملكة البلوك معروفة على السوشال ميديا لأنه دوما بعتبر أنه المنصات هي مثل بيتك إذا شخص ما بيحبك لجدك تفوتيع بيتك فخلص أنا بعمل البلوك فأنا ملكة البلوك كثير بحب البلوك وسريعة فيه بس كيف كثير أخذ مني وقت طويل كثير بس النقطة الفاصلة كانت برسالة وصلتني على الفيسبوك واحدة كتبت لي أنه ما بحبك وعم تدعي عليك ويا رب تموتي واوا فأنا خطر لي أرجع لورا ومشاكل اللي بتعاني منه وبعدين بتحبني كتير بس بآخر رسالة بعد ثلاث سنوات وصلتني منها هيد دعاوي فاكتشفت أنه ورا كل حدا عم يتنمر في مشكلة كتير كبيرة هو مو قادر يتصالح معه فهرب بهذه الطريقة وأوقات آية بتكوني أنت عندك شيء هنم ما عندهم يا فبينقموا عليك بطريقة أنا يمكن بالظاهر اليوم إذا في أنثى عندها رغبة تنفصل أنا انفصلت فهي بالنسبة لإلى أنا حصلت شيء هي ما لمحصلتو فأوقات النفس البشرية بتلومنا أنا اليوم ما بزعل منهم بالعكس يعني أنا اليوم بتعاطف معهم أكتر بس كانت رحلة ست سنين لو صلت لمرحل لأنه أنا عن جد بتعاطف معهم هلا ما لي ما لاك أوقات كتير بتدايق منهم أكيد وببكي بس بهك برجع برجع أنه عن جد أنا زعلانة عليهم وأنا جعبالي أنه ساعدهم فصرت رد على رسائل لتنمر أوقات إلا أنه أنت محتاجة مساعدة أنا موجودة لساعدك في منهم عن جد يعتذرون هني لأنه أوقات بتوقعوا أنه ما حيجي الرد رفتي عم بالعكس في كتير لما يجيون الرد بقول لي أنه أنا بعتذر ما أصدر أختي لك وجد فترة أنه لأ أعمل سكرين شوت وأنشر الرسالة بالإسم بعدين حسيت أنه أنا عم بصير مثله أنا عم بأزيهم لأنه هن أصلاً مو سويين نفسياً فلأ صرت برد عليه وبيلا حبيبكي إذا أنت محتاجة مساعدة فأنا أدرا ساعدك ذكرتي غزل تجربة الانفصال وأنك أنت عاشت تجربة الانفصال وطلحتي منها بشخصية قوية ظلتي عم تنشرين لنا الفيديوهات فجاكي اتهامات وأنه أنت كنت مقصرة صحيح شو بتردي على هدول الأشخاص شوفي دوماً لما بصير أي مشكلة مع الطفل دراسياً أو بالطلع أو بالزواج أو بالعمل تلام المرأة وتجزق اليوم من المجتمع الذكوري اللي نحنا عايشين فيه التسلط هيك الأبوي طبع إذا أنت السبب إذا علمتني كنز السبب سكرية ما حدا بيلوم الرجل حتى لما الرجل بعيداً عن قصتي حتى لما الرجل بيخون إذا لسه قادرة تفاهمح وتتحملي تحملي فدوماً اللي مطلوب منه تعمل شي طلع أنا ولا مرة حكيت عن سبب الطلع وحتى أهلي يعني المقربين ما بيعرفوا سبب الطلع الحقيقي هو شي خاص بيني وبين شخص قررنا أنه نتزوج ما ندخل حدا وقررنا أن ننفصل من دون ما ندخل حدا لكن غزل أنت عيشتي الأشخاص التانين تفاصيل من حياتك هل بتعتدي أنه هن من حقهم يعرفوا هاي التفاصيل شوفي اليوم ما في حق حدا يقدر يفوت بحياة حدا أنا حرة وارجي من حياتي الجانب اللي أنا بديه أنا بشبهها مثل إذا أنت أنا أجيت لعندك زيارة أنت حرة شو بدك تضيفيني أنا ما فيني نجبرك تغديني أو تعشيني فنفس الشي أنا حرة أنه عم طلع لكم من حياتي جانب بس هذا لا يعني أنكم تقطح من حياتي انفصلنا وأنا أعلنت للجمهور احتراما للجمهور أنه هو عائلتي ولحتى يعرفوا أنه أنا تحولت يعني هو تغيير كثير كبير بحياتي فأعلنت للجمهور كثير كانت أنا مرئاسي وكثير كانت أنا سكرت وقتها لسوشال ميديا أسبوع بس لهلأ بتذكر أنه كانت التعليقات كلها لوم أنه إذا السبب أنت فصلحي إذا انشغالك السبب صلحي السبب كان بعيد كل البعد عن علمتني كنز وعن عن أي تفاصيل أننا بيعرفوا يعني كثير بأشخاص السوشال ميديا دغري بتتهم النجاح أنه هو كان سبب فيه تقسير دائما نحن بنقول أنه الرجل ما بيدعم نجاح المريء قد تكون صورة حقيقية بس أنا بقول أنه لا ما كان لعلى نجاحي وأنا دوما بقول ما بنكر أنه كثير دعمني ببداية مسيرة علمتني كنز فما كان لعلمتني كنز أي دعوة أو علاقة بالطلاق بس أنا كرهت فكرة لوم الأنثى أنه يلا خلينا عم نجلدها لحتى هي ضلي النبض عميرة أنه أنت ليش تطلقتي رجعي حاولي وبشوف أنه اليوم كنز عم بتحيي حياة صحية بأبوين صحيين لأنه كل واحد عايش حياة بسا بجي تهي تعليقات لها لا صراحة كتير نادرة وقلت مبارح أنه أنا عم جهز واشا للطلاق لأنه بحس أنه هذا الموضوع ما نحكي عنه بالعالم العربي بشكل كافي السنجل موم لسهاته مظلمة بالعالم العربي كتير السنجل موم لسه ما فيه ما حدا متوجه له بطريقة من تجربة نقدر نحن نغير المجتمع نقدر نغير أفكارية موجودة عند أهلينا وعند كتير أشهال بعد ست سنين بقول أنه أكيد منقدر للجيل الجديد عم نحكي جيتنا نحن وجيلنا الجديد يعني حتى نحن عم نتغير آية أنت اليوم أكيد قبل غير آية اللي قبل سنة نحن بلشنا نوعى ونفوت بعالم التوعية كتير وبشوف أنه الطريق صعب وللأسف المعارضين بيخلوه أصعب هو طريق التغيير أصلا صعب بس بحملات الهجوم اللي بتعارضك فيها بصير الطريق أصعب وسبحان الله فيه أشخاص خلاص اختاروا أنه يمشوا بهذا الطريق وأنا بقول أنه ما بحث إذا أنا اخترت أو الله كتبوا علي بس أنا سعيدة سعيدة بأي تغيير صغير بيصير بالعالم العربي بإسمي يمكن بكرة بعد عمر طويل لما بموت هيك نذكر بالمنيح أنه قدرت أعمل شي بهذا العالم منا نستمر ونحكي دلسة بي تفاصيل أكتر بس خلينا نطلع لفاصل أصير ومنرجع جعنا لكم مشاهدينا بحلقة إخبارية من تالي ثرابية ومعنا ضيفتنا غزل بغدادي قبل الفاصل كنا عم نحكي عن الانفصال غزل شوفي مما أنا حكيتي أنه أجاكي انتقادات من العالم أوقات قد ما كان الشخص هو واثق من قراره وخلص يعني يمأكد أنه هو ما عم يضر أي شخص تاني بيتيخاذه هذا القرار وبدو أيعمله تعليقات العالم أو انتقادة بتصير بتشكي كل واحد أنه هذا القرار اللي أنا أخدته صح صحيح نجد لازم أعمله ووجهدي هذا الشي بكل شي ببواجه هذا الشي شوفي الأنثى بالعالم العربي بحكي بالعالم العربي لأن ما بعرف بالغربي شعن ما يفكرون نعم نقارن عمور أحسن وأسوأ بس ما بنربع نحن عثقة بالنفس قوية جمالاً الإناث بشكل عام فما بيكون المجتمع هالأد عم يغذي ثقتك بنفسك فبتكوني مزعزعة شوي يعني أي حدا ممكن أنه يخليك عن جد تشكي بحالك يعني ممكن أنا هلأ إذا أقول لك الشعر الطويل ملابئ لك هترجعي على البيت توقفي على المراية وتشكي أنه الشعر الطويل ملابئ لك فنحن مربينا على أنه هالأد أقوياء ولهذا السبب نص مشاكلنا كإناث فبتجي من قلة ثقتنا بنفسنا لأنه الرجل قادر بكلمة منه يخليك تحسي بزعزعة الثقة مديرك بالعمل صديقتك لأنه نحن ما عنا حالي خليني أقول دفاعية للثقة بالنفس وأنا مثلي مثلك هدول الإناث ممكن حدا يجي يقول لي يعني أنا هلأ إذا بطلع من المقابلة وشايفي أني كتير عملت حلو جاني تعليق واحد أنه اليوم خبصتي بالحديث برجع فوراً برجع حالي أنه عن جد لأم خبصت لأنه ما ثقتنا بنفسنا كافية الطلاق هو خصوصي لما بتكون الوحدة أم كتير ممكن عن جد حدا ييجي يضرب لأ على ثقتها بنفسها أو على أمومتها وبتذكر كتير منيح وقتها أنه في حتى أخصائية نفسية نزلت قوست قدي الطلاق بيأثر سلباً على الأطفال وأنه بيأثر على تحصيلهم الدراسي وعلى و... فبرجع بقول قد يكون الطلاق مؤثر بس اليوم بالحياة إذا بدك تقائرني بين جو ومليام مشاكل وبين طلاق فأنا شخصياً لا بيختاروا الطلاق كل هاي الأشياء بتخليكي تعدي بينك وبين حالك أنه يا الله معقول حاولت كتير معقول كان فيني حاول أكتر فبرجع براجع بترجعي أوقات يمكن بصديق مقرب صادق بجلسة مع معالج نفسي بترجع هيكي بتقولي أنه لا أنا اللي عملته صح وبترجع هيك تتصالحي مع حالك بس برجع بقول هي رحلة كتير طويلة ورا الشاشات ووجواتنا ما حدا بيعرف عجلت شو عم بيصير غزال بدي أسألك سؤال شوفي تجربة الانفصاد مثل ما حكيتها تجربة ليست سهلة وأكيد يعني هلأ حالياً عم نشوف في كتير ازدياد لحالات الطلاق كتير من الصباية عم يمروا بهاي المرحلة شو هو الأثر النفسي اللي بيدركوا هادا الشي وما كتير أشخاص أصلاً بيذكروا أو بيحكوا عنه أو بيحاولوا حتى أنه هن يتجاهلوا أو يحكوا مع دكتورة نفسية عادة أنهن يناقشوا مع الأشخاص الثانية على الأنثى سؤالك صح شوفي الطلاق صعب يعني أدمى حاولنا نجمله أدمى شافتنا الناس نحنا اطلقنا ونفصلنا وبعدين هيك تطلع الأنثى قوية ومشرقة بالنهاية هيك احضرت من فترة لقاء لنادين نجيم وسلافة معمار والتنين حكوا عن الطلاق فنادين نجيم بكيت فوقتها اتكتبت بوست وقلت أنه نحنا نادين نجيم كلنا بنشوف الأنثى القوية الناجحة بس الطلاق بيكسر لأنه الأنثى دوماً تميل للعائلة وتميل أنه خلص تعيش الاستقيار العاطفي مع شخص واحد فالطلاق صعب برجع بقالليك السنك المام انظلمت والطلاق انظلم لأنه ما نحكى عن كل تبعاته فوراً حكينا عن أثر الطلاق على الطفل أثر الطلاق على المجتمع طبو أنا أنا كنت متعودة إني عايشة مع رجل مغذيلي اليوم احتياجاتي العاطفية مغذيلي اليوم احتياجاتي النفسية أنا فجأة صرت لحالي فاليوم لأنه إحنا محتاجين نوقف ونحكي خاصة أنه مثل ما قلتي الطلاق بالفترة الأخيرة كتير صار كبير وبرجع بقول إن كسرت من الطلاق منعيش مراحل قلت مرة أنه بدي أعمل مثل هيك لايف احكي فيه عن المراحل اللي منعيشها أنه أول شي بتقولي لأ حنرجع بعدين تقولي أنه هذا قراري الصح ولا مقرر بعدين تتقبلي للواقع اللي صار بعدين تلاقي حالك لحالك أنا أوقات لليوم عنه صار له أربع سنين ما بدر استوعب آياني هالقد لحالي وخصوصي إنه أنا مالي ببلدي مع أهلي أنا لحالي فأنا قلبي مع كل أنثة عن جد عم تمر اليوم بمرحلة انفصال أوفات الزوج يعني أي مرحلة إنه هي عم ترجع فيها تغير دورها الاجتماعي وعفكرة واحدة من أسباب الاكتئاب لما أنا حتى صار معي اكتئاب بعد الانفصال قال لي الدكتور النفسي إنه تغيير الدور بالحياة هو واحد من أسباب الاكتئاب يعني ما بتكوني أم وزوجة وبتصيري بس أم وسنقل مع كل شي مسؤوليات تانية هون بتكون تعرضك للاكتئاب بالنسبة أكبر لأنه رول الحياة اللي عم تعمل فالت عليك مسؤوليات كمان أكبر كتير كبيرة وخاصة لأنه اليوم أغلبنا عم ننفصل بالغربة والغربة لحال مع الشريك آسية فكيف وانت لحالك صحيح طب كيف ممكن الصبية تتخطى هادا الشي شوفي أنا دوما بقول إنه الوقت كفيل الوقت كفيل بس أنا صرت اليوم بعد التجارب اللي مريت فيها مع فكرة إنه نحزن يعني صرت تشجع إنه خدي وقت حزني مو طبع إنه لا أنا انفصلت اليوم بدي قوم بكرة لا هذا موشي صحي نحنا كنا نفكر إنه هاي القوة إنه خلص قومي لا أنا اليوم مع إنه خدي وقتك عادي شهر كامل إذا بدك بالسرير وقبكي وصرخي وحتى عيشي حالة الحزن بكلها وبعدين بترجعي بتطلعي لأنه حالة إنه نحن متعودين طبع يلا فورا نقومي هاي خلت الحزن يتراكع وعم نوصل لمراحل عم يصير معنا اكتئاب وعم يصير معنا اضطرابات قلاق وحزن فأنا اليوم أي حد عم يمر بأي صعوبات وانه انفصال قوي شي ما عاي نعيش حالة الحزن يعني ما عاي نعطي الحزن عن جد حقه طيب غزال ذكرتي أنك رحتي أو استشارتي بطبيب نفسي صحيح ومفتتي بمرحلة الاكتئاب صحيح سؤالي هو ما زال المجتمع العربي بيرفض هاي الفكرة وبيرفض النقاش فيها تماما بنسبة خليني يقول من خمسة سنين لهلأ الوضع كتير أحسن أنا من ألفين واعي أنا من ألفين وخمسة عشر بشوف معالج نفسي من لما سافرت عبر بريطانيا ولما بلشت علمتني كنز فورا أعلنت أنه أنا بشوف وصار الموضوع يمرق مثل ما قلته هلأ أنه قلت للمعالج النفسي صار الموضوع يمرق ولما بيشوفوا الاشخاص الناس أشخاص بيوثقوا فيه وبيحبوا عم يشوف معالج نفسي فبصير بنرفض هالفكرة أنا بشوف معالج نفسي وإنسان مجنون لا هو اليوم مثل ما فيه طبيب عام أنت بتروحي لعنده اللي هو الجي بي أو شو ما كان اسمه فيه طبيب نفسي ومع كل الضغوطات الحياة صارت كتير آسية وسريعة يعني اليوم أنت وأنا وكل آيات نعم نمر بضغوطات كتير سريعة الغربة الشغل الاستقلالية تسارع الحياة لأننا بحاجة هيك نوقف بالشهر مرة ساعة الشخص بس يسمعنا يسمعنا ويسمع كل هالأشياء فأنا أشجع ودوما نقول أنا ما بوقف تمام ممكن الأهل ياخدوا هذا لا صعب لأنه ما فيك تكوني هالأد مفتوحة مع أهلك واحد وإذا كنت مفتوحة فأمك هتحمل همك وحتوطرية حتى الصديق هيحمل همك هيتعاطف معك ما هيسمعك بطريقة حيادية وما هيعرف يرد الرد اللي المعالج اللي درس هالسنوات قادر يرده عليك فأنا البوح أو الفطفضة للصديق مختلفة كتير عن البوح للمعالج بتكوني مفتوحة بشو ما كنتي المصيبة اللي عاملتيا إنك تحكيلو إياها كمان ذكرتي غزل بحياتك أنا كنتي بتعاملي مع لايف كوتش صحيح شو دوره كان هذا لايف كوتش دوما في خلط بين المعالج واللايف كوتش المعالج النفسي شي نفسي بتكوني عم تعاني من اضطراب أو اللايف كوتش بيرده بحياتك آية يعني أنت اليوم مثلا بكتكت بأهدافك عراس السنة الجديدة لايف كوتش أكيد بس أنت عم تعاني من أنك زايتي أو قلق أو اضطراب نوم أو أو فأكيد المعالج النفسي هل فعلا نساعدك اللايف كوتش؟ ساعدني اللايف كوتش بالبزنس كتير لأنه كنت بتعرفي لما بتكوني بدك تأسسي مشروع وأفكار كتير وأشياء كتير براسي كان يساعدني كتير أكتب التودوليس تبعي ونظم عن جهة حياتي أو نظم أهدافي نحنا بدنا نحكي عن مؤسسة تعلمتني كنس وهل أنت لحالك فيها أو في فريق وراها بس خلينا نروح لفاصل أصيل ونرجع مستمرين معكم مشاهدينا مع ضيفتنا مؤسسة تعلمتني كنس حتكون معنا غزل بغدادي غزل كنا عم نحكي عن منصة تعلمتني كنس هل هي المنصة بيقف فراءة بس أنت أو في عندك فريق كامل خبرينها صحيح بلشت بفكرة خلينا يقول من بذري واليوم لا هي مؤسسة بيتضوم عشرين موظف تقريبا فيها أقسام مختلفة فيها أقسام المحتوى أقسام الرد والتواصل مع الزباين فيها أقسام السوشال ميديا التسويق فصارت مؤسسة كبيرة هي حلم يعني خليني يقول عن جد حلم وهيك كتير بحب لما يكون عم يتحول حقيقة اليوم نحنا منقدم كتير خدمات بعالم الطفل صار عنا أكاديمي منقدم عن طريقة دورات وورشات لتربية الطفل منقدم كمان فتحنا مسار تعليمي بالسنة الماضية فصار عنا كمان مسار تعليمي واستشارات تعليمية وحاليا عم نشتغل على أطلاق كتير أشياء أكبر عم نطلق كورس لتدريب المعلمات عم بطلب كورس لتدريب النانيس حتى لموجودين داخل البيوت كنتي شايفة غزل هذا المستقبل اللي علمتني كنس أول ما بلشتي لا أبدا 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 ولكن شايفت أنه حتكون بيزنس كنت شايفة أنه أنا شيء كتير بحبه رسالة عندي بالحياة وبدي أكملها لليوم لساعة رسالتي بالحياة بس صارت اليوم هي مصدر الدخل وهي البزنس وهي اللي اللي عم تكبر مع الوقت بشوف أنه لا اليوم اللي ساعة تكبر أكتر يعني كل سنة بنكبر أكتر كل سنة بتصير موجودين على أرض الواقع أكتر بطلت اليوم ما فيني يقول أنه هي منصة سوشال ميديا لا اليوم هي مؤسسة مرتكزة وإلى أعمدة خليني يقول قوية عم تكبر مين كان معك بالخطوة الأولى مين دعمك مين وقف معك مين كان معك حسي عطاكي هاي البوش لحتى دلي مكافية ما توقفي عند أي نقطة هلا البوش الأولانية الأولانية أول بوش أخدتها مو علمتني كنز أول بوش أخدتها لما كنت عم قرر شو بدي أدرس بالجامعة تعرفي بالبكالوريا بنا نكتب الرغبات في هيك حدا بالعائلة شاف أنه أنا عندي شيء أكيد هيكبر هو زوج خالتي فهيك قال لي أنه في شيء أنه في شيء عندها لهي البنت أكيد هيكبر وفرعا اقتنعت شافتي البنات كيف بيقتنعوا فورا بالسلبي والإيجابي بس البوش الأولى لعلمتني كنز كانت أبوها لكنز حقيقة سمع الفكرة مني آمن فيها وهو عمل البيج يعني هو عمل البيج وعمل اللوغو وقال لي خلاص بلشي كان بدي حدا بس يعملي هاي البوش وفعلا من لما بلشت أنا ما عاد وقفت يعني حتى لما بيكسل اليوم بتعب شوي بوقف بس برجع بلحظات معين خلاص بنهض وهذا مشروع حياتي اليوم طيب غزل هل الرجل بيدعم المرأة بأحلامها؟ شوفي اتمنى ما يكون سؤال حساس مو سؤال حساس بس سؤال تعميمي يعني اليوم ما فيك تقولي لا لا ولا إيه لأنه مثل ما في رجل بيدعم في رجل ما بيدعم ومثل ما في مرأة بتدعم في مرأة ما بتدعم فهذا الجواب ما لأ وإيه حالات خاصة؟ لأنه صاروا قبل ما تفوتوا بكل علاقة خايفين يعني من علاقة مثلا سابقة سمعوة إنه لا 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 كل ياتهم نفس بعض كل ياتهم ما حدا رح يدعم أحلامك لحالك حتى بقلك إنه فيه سبايا صارت تتفكر بعدم الزواج إنه خلص إذا هو شخص رح يوقفك عن أحلامك صح بس لأنه اللي اكتشفته بالمجتمع إنه نحنا منحكي عن السيق ما منحكي عن الإيجابي ومشانيك منفكر السيق أكتر يعني اليوم تطلع المرأة بتقول لك دمرني بس ما في مرأة بتطلع تقول لك دعمني زوجي كل الرحلة فمشانيك منفكر إنه السيق أكتر وأنج يعني أنا مع أنه تتجربتي اليوم ما أنا إيجابية خليني أقول بالارتباط مو بالشخص بس اليوم لقى في كتير نمازج دعمة النساء هي قليلة إيه بس لأنه يمكن ما بيحكوا العالم بس أنا بشوف إنه معتقد وما بحب أنا نحط المعتقدات سلبية براسنا فهيارة بنرتبط برجل يدعم هذا النجاح ويدعمنا هل هو ما أنا موجود بكثرة أكيد بس الأكيد موجود أكيد موجود هل تجربة سيئة بتخليك تفكري إنه خلص بشكل سلبي؟ حسب مشتوى الوعي يعني أنا دوماً أقول إنه غزل ترجعي بتتزوجي مرة ثانية إذا لقيت شخص مناسب أكيد برجع بتتزوج ما بحب التعميم يعني فشلك بإذا اشتريتي اليوم قطعة وما طلعت مناسبة إليك هذا ما بيخليك توقفي عن شراء التياب طبعاً هو المثال مختلف بس إنه ما بيخليك توقفي عن شي معين بدك تعملي فأنا دوماً مع إنه إذا لقيت شخص مناسب فأكيد برجع بجربة وبحب إنه أرجع أعمل عائلة واستقر مثل ما قلنا إنه إحنا منميل للعائلة بالنهاية طيب غزل كيف منعزز الثقة بالنفس عند البنت؟ الثقة بالنفس اليوم إلى مصدرين داخلي وخارجي الداخلي هو إنه أنت تكوني مقتنعة بثقتك بنفسك الخارجي هو بيجي أول 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 شي البيت يعني شوفي أي شي قطنعتي فيه بالبيت ما بيقدر حدا يغير لك يعني إذا أمك قنعتك إنه شعرك حلو إذا كل حملات التنمر آية تحكي على شعرك أنت ما رح تتأثري وعن جد بس هذه الأوقات منحس أنه أمنا بتشوفنا بأحلى أطلالة أحلى صورة صح بس هاي لما بتكبري بتوصلي لهين طبس وأنتي وصغيرة بتكوني عم تتشرب بهذا الحديث يعني فكري عن جد أي شي أمك تغزلت فيك فيه هو لليوم صامد يعني إذا قالت لك أمك نبرد صوتك حلو لو بيجي كل الكوكب هلا بيقلك صوتك ما حلو أنت من لما كنتي صغيرة تشربتي قناعت إنه صوتك حلو يعني أدي التربية من الظغرية البيت البيت وعن جد أي تعليق سلبي بنقوله للولاد أدي بيكبر معه يعني إنه الإيجابي بيكبر والسلبي بيكبر ودوما بقول إذا بنا نخصص بس عن البنة الأب أنت حلوة طالعة أمر شعراتك حلوين دوما التعليق من الجنس الآخر بيعطي للبنة شعور بالثقة أكتر لأنه رجل شافة بهاي الناحية فكتير بحب قدين ضلعا نتغزل بولادنا وهن الموجودين برجع بقول ما نتغزل نعظمون بس إنه نعطيهم عن جد تعليقات إيجابية يشوفوا حالهم من خلالها طيب أوقات غزل في كتير أشخاص يمكن فاتت بي تربية ما كانت بي الشكل الرائع فيها نقول أو الإيجابي وتربت مانا بمحيط إيجابي كتير بس يكبروا رح تكبر هايدي المشاكل معهم ولا هل نحن فينا كمان نحلة حسب وعي الشخص اليوم كيف بيكون وعي الشخص يعني اليوم لما أنا مثلا هلأ أنا نفرض أنه انكبت علي كاسة المي إذا توترته على الصبت وجنيت أنا كشخص وعي برجع على البيت وبفكر ليه كباية مي انكبت على الفستان خلتني توتر كل هذا التوتر الوعي بخليك تعدي مع حالك وتعرفي بجوز بطفولتك صار موقف شبيه بجوز بطفولتك لو كبيتي شي كانوا أهلك يصرخوا عليكي فأي موقف اليوم عم بيصير الإنسان الوعي المفروض يحلله ويرجع فيه والتربية بتطلع لك كل هاي الأشياء على السطح اللي متدعملي مع أطفال لأنه بتطلع أشيائك على السطح مثلا أوقات وبعصب من تصرف عمله توكنز طب التصرف كتير سخيف لاي على الصبت هذا الشي بيخليني أرجع وأرجع شافي حالي فكتير مهم اليوم بهاي المرحلة إنه عن جد ننتبه على الأشياء اللي بتسميها تريجر أو اللي بتحفزنا خليني يقول بيحفز غضبك أو بيحفز سعادتك لازم تنتبهي ليش تحفز عندك هاد الغضب طيب في أشخاص بتقول هلأ التربية أزا كانت كتير هيك بشكل مثال فيه عن أول يجابي يعني إنه بيطلع الولد مدلل زيادة فهل حقيقة هذا الشي؟ أول شي فيه لغة نحن نفكرين إنه التربية بالحب يعني الطفل يفعل ما يشاء ما يشاء وما فيه رادع لا أبداً هاي مو حقيقة والتربية بالحب هي إنه نربي طفل منحبه الطفل بيبيئة فيها حب بس هذا الطفل بيعرف حدوده وأنا دوماً بيقول للأم ديك تربي طفل محترم مثل ما بيحترم حقوقه بيحترم واجباته ما بنربي طفل إلى الأدب بالنهاية ولا طفل خارج عن الحدود فلغة التربية إذا منفهمه صح منبطل نفكر طب إنه حيطلع كتير معي علاقة ما حيطلع معي حيطلع شخصيته قوية متصالح مع نفسه وبيعرف الغلط والصح يعني اليوم طفل ما نضرب ببيته ولا مرآية وبيعرف حدود جسمه لما حدا حيضربه برا حيعرف إنه هادي اللي عم بيصير هو غلط بس إذا نضرب ببيته وضربته الآن سي هو بالنسبة لإله بينضرب وبينضرب تماماً فلأ إنه نرجع نفكر بالتربية بشكل صح التربية هي بين الحزم وبين الحب نفس الوقت ولما عم نحكي عن التربية نحن من أي عمر لأي عمر قادرين إنه نحن نسيطر أو نحدد أفعال كمان للأطفال هلأ نسيطر ما فينا نسيطر بولا عمر فينا نسيطر أو خليني أقول مهدفنا نسيطر بس التربية خليني أقول أساسها بيبدأ من عمر صفر لمثلاً سبع سنوات هذا الكثير البنية الأساسية وبعدها بتضل التربية موجودة بستتغير طريقتها منصير خليني أقول أصحاب أكتر منصير منتناقش أكتر وإذا عن جد قدرنا نبني علاقة من صفر لسبع سنوات قوية حنتكون مراهقين أصحاب فدوماً أقول بتبدأ دوماً من ديوان إذا تجي هون أم بتجلط حالة بتقولك أنا أبني عمره عشرة وما ربيته صح شو أعمل لأ منرجع منقدر نبني دوماً يعني دوماً إتس نيفر توليت أو ما منتأخر أبداً دوماً قادرين ونرجع نبدأ من جديد ونرجع نصاحب هذا الطفل لأنه لكي من فطرة الله ومن رحمة الله فينا إنه شو ما عملنا للطفل هو بضل بحبنا وبيضل في هاي الرابطة بين الأم والولد وقادرين بلحظة نرجع نعتذر منه وننرجعه كمان طيب قبل ما نختم غفل بس بدي أحكي عن الحب الغير مشروط ذكرتي أنك أنت ضد الحب المشروط صحيح الفكرة اللي نعرفت فيها بأكتر شيء كمان بالعالم العربي الحب المشروط هو الحب اللي تابع لشروط معينة اللي بيخلي الولد يعرف أنه إذا ما جبت علامات تامة بي جلائي ماما بتبطل تحبني فبيخلي الطفل دوماً متعود على شرطية بالحب وهذا كتير بيأثر على علاقاته مع نفسه وعلاقته مع نفسه وعلاقاته مع الآخرين فبتكون متعودة على الشرطية مثلا أنا بحبك بس تركي الجامعة فبتترك الجامعة أنا بحبك بس مثلا نقصي شعرك فبتقص شعره فلا نحن من وقت ما بيكونوا صغير أنا بحبه شو ما عامل لليوم في رفض للعالم العربي طب أنه غزال ابني سرق بحبه طب كيف سرق وبتحبه أنا سرق بحبه غير أنه سرق بدي أكيد تحط له محامي إذا هو بستجن طب إذا ابني سرق وراحة استجن خلص بتبرى منه بضل بحبه وبضل عم بدعمه فهي هاي فكرة الحب غير المشروط شكراً كتير لأليك غزال كتير انبسطنا فيك شكراً آيا شكراً على اللقاء اللي كتير حلو وشكراً على هيك الأسئلة المتنوعة وبدي هيك بعرف أنه بس كنز أول مرة بتحضرني على التلفزيون وأنا وعدت أنه بدي إلا هاي كنز من على التلفزيون وشكراً أنك حضرتي كل اللقاء ماما وشكراً لتلفزيون الآن وشكراً للاستضافة وشكراً آية لأسئلتك المميزة تحية لكنز وتحية لكم جميعاً وشكراً لكم مشاهدينا وإن شاء الله يراب تكونوا استفدتوا من هاي الحلاء